هذه نماذج لشوارع من أحياء مدينة تيارت لعدة أيام وقد تراكمت فيها النفايات المنزلية بسبب إضراب عمال مؤسسات النظافة المتعاقدة مع البلدية احتجاجا على عدم تحصيلهم لأجورهم وضع أثار حافظة المواطنين سيدنا رمضان بالقرآن بالحذاب ونستقبله بالمزبالة والوسخ وزيادة عن ذلك هو فيما كان مؤسسة طربوية أولادنا أسكو يجو يقرأ أولادنا هنا ولا نمرض أولادنا المكبات امتلأت وتجاوزت حدود الأرصفة إلى الشوارع بعد أن طال انتظار عمال النظافة لتضطر السلطات إلى التخفيف من تلك التراكمات باستعمال آلياتها عن سبب تعطل أجور عمال مؤسسات النظافة الخاصة يقول رئيس بلدية تيارت واعدا بحل سريع توقف هذه المؤسسات عن العمل أي عملية رفع النفايات في هذه الأحياء المذكورة راجع إلى عدم تسلومهم أهم بالخدمة واتقضنا كل الإجراءات والحمد لله اليوم إن شاء الله ستنطلق العملية عملية رفع النفايات من طرف هذه المؤسسات لا شك أن فتح المجال للقطاع الخاص للنشاط في نظافة أحياء المدينة أعطى نتائج معتبرة في التخفيف على مصلحة النظافة في البلدية التي كانت تشكو نقص العتادي والياد العاملة ترجمة نانسي قنقر